بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بالكرام اخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية اهلا وسهلا بحضرتكم والنهاردة بنتكلم عن تسميد البطيخ الاحمر او الدلاع او الرجي او الحب حب سميه زي ما حضرتك عايز تسميه وطبعا البطيخ الاحمر بيستجيب للتسميد العضوي والتسميد المعدني معروف ان التسميد العضوي احنا بنختصره في ان هو عبارة عن سميد الدواجن او الحمام او الابقار او الاغنام ايا كان اللي موجود عندك المهم يخصني ان هو يكون خالي من بزور الحشايش والنمتودة قد ما تهمنيش كمان الحشايش اوي ولكن همني النمتودة النمتودة دي الضمار الشامل يعني بتاع الاراضي بتاعتك فطبعا بنبدأ نخطط الاراضي بتاعتنا على الكسافة النباتية اللي احنا كنا تكلمنا عليها قبل كده هستعمل مترين ما بين الخط والخط وبتزرع على 50 سنطي او 40 سنطي مش هتفرق في كتير تمام بتبدأ تشق الخطوط وبتضيف فيها المادة العضوية مخلوطة ببعض الطراب وممكن نستخدم اذا كان ظروفك تسمح بذلك وان كان الافضل ان هي تسمح يعني انك بتحط معاها لكل فدان والفدان اربعة تلاف ومتين متر حسب المساحة المصرية تمام بنحط لكل فدان من عشرة لخمستاشر لعشرين ولو حطيت خمسين مش هيجرى حاجة مادة عضوية على حسب المتوفر عندك وربنا ما يقدرك عليه مادة عضوية بنفردها بعد بنفج الارض بنفردها في اعماق الخطوط ويا حبزة لو حضرتك ضفت لكل فدان في حدود لو مية او مية وخمسين كيلو جرام سوبر فوسفات محبب مضاف اليها كبريت زراعي خمسين كيلو جرام محبب للفدان مع كيس سلفات بوتاسيام محبب بردو يدخلط مع بعض خلطة كده وبنبدأ نضيفهم مع المادة العضوية وبنخلطهم وبنبدأ نقيم المساطب بتاعتنا وبنزرع زي ما قلنا قبل كده اما ان حضرت طبعا بنخمر الارض كويس يا جماعة لمدة خمس ايام يعني كل يوم نروي خمس ساعات وخمس ساعات دول بكونوا متقطعين عشان المادة العضوية تتحلل وما تعمل ليش مشاكل ليه بالنسبة للغازات اللي بتنفرد منها وممكن تبوز لي البزور او ممكن تعمل لي مشاكل في الشعيرات الجزرية الرهيفة لو انا هزرع الشتلات البطيخ تمام وبعد ان شاء الله باذن الله تعالى كده ما البطيخ بتاعك يتشتل وينجح الشتل بتاعه او هتزرع بزرع ما ليش دعوة انا بقصة هيتشتل او هيتزرع انا عايزك تبدأ تسمين زي ما هو موجود قدام حضرتك كده تبدأ التسميت بتاعك ما مجرد ما اربع ورقات حقيقية يظهروا ما مجرد ما اربع اوراق حقيقية يبقوا طلعين ومكتملين مش اول الاربع ما يبدأوا كده او ام سمد لا يبقوا الاربع يبقى الاربع ورقات طلعين كده بنبدأ نحط التسميت بتاعنا والتسميت بتاعنا طبعا هيكون بالشكل الجدول اللي قدام حضرتكم ده هو وزي ما حضرتكم شايفين الجدول قدامك هو طبعا مكتوب عليه من فوقه هو البرنامج تسميد ومكافحة للبطيخ الاحمر لمدة 15 يوم الاولى من البداية وطبعا الختم ده بس عشان احتفاظا بالختم القناة بتاع اللي انا مصممه ده احتفاظا بس لان ما يعني ما حدش يقول علينا ان احنا ما قلناش طبعا مش عشان ما حدش ياخد او صور او كده بس ربما واحد بيعدل في حاجاته وقولك انت قلت كده لا انا ما قلتش كده والختم موجود اهول تمام اليوم الاول قلنا بعد اكتمال اربع اوراق حقيقية هنقسم بقى اعتقد ان البطيخ في الاول ما بيحتاجش مية كتير في الرأي بتاعنا هيكون يوم ويوم اليوم الاول هوت واليوم التالت عند اليوم اليوم الاول وعندك اليوم التالت وعندك اليوم الخامس واليوم السابع واليوم التاسع والحادي عشر والثالث عشر والخامس عشر وطبعا فيه ناس يعني ممكن اراضيها تستنى يومين وثلاثة على الحسب عموما فيه حاجة جماعة ازا اقولك عليها الاراضي الرملية بتبقى الخصوبة بتاعتها مش كويسة او الخصوبة بتاعتها بتبقى قليلة وبالتالي بينفع معها اوي قصة ان انا اسمد كل يوم واسمد يوم ويوم الاراضي الطينية تمام امشي على الجدول دهوان على حسب الراي على حسب احتياجها للراي تحط السماد اللي موجود قدامك دهوان طبعا فيه الفترة الاولى من حياة النبات بس عشان تبقى عارف احنا احنا حطين الحاجات دهية ليه اليوم الاول اول تلاتة كيلو جرام للفدان متعادل طبعا للفدان الكمية دي يا جماعة للفدان اليوم الاول تلاتة كيلو جرام متعادل المتعادل ما تشغيلش بلك بيه تسعتاشر تسعتاشر او تمنتاشر تمنتاشر او عشرين عشرين اي ان كان المهم يكون المصدر بتاعه كويس تمام مضاف اليهم اتنين كيلو جرام عالي الفسفور عالي الفسفور يا جماعة هنا ممكن يكون ان هو عبارة عن الماب الزيرو اتناشر زيرو واحد وستين او قد يكون الثلاتاشر اربعين ثلاتاشر او خلافه او حمضه فيسفوريك زي ما يكون عندك المهمة ما تعقدش الامور عندك خالص تمام اليوم التالت طبعا بيكون تلاتة كيلو جرام متعادل تمام زائد اتنين كيلو جرام مغنيسيوم بردو تمام لي الفدان اليوم الخامس زي ما حضرتك شايف كده تلاتة كيلو جرام متعادل طبعا الخامس ده يعني احنا سايبين يوم ويوم الرابع مفيش ولا ممكن مفيش رأيه كمان اليوم الخامس بيكون تلاتة كيلو جرام متعادل زائد اتنين كيلو جرام عالي فسفور اليوم السابع لازم يكون فيه عندك متواجد نطرات كالسيوم عشان الجدور عندك تكون كويسة ما يحصلش عندك نقص كالسيوم بالنسبة للبطيخ طبعا نقص الكالسيوم بيبقى مدمر فيه لان برضو القصة البولوسوم اندروت او عفن الطرف الزهري بيظهر فيه ويبقى زاد طماطم كده المنطقة اللي هي معفنة اللي بتشوفها في نهاية الثمرة دي بتبقى مشكلة فعشان كده تبدأ من الاول تحط نطرات الكالسيوم ويريد نطرات الكالسيوم معلومة تضيف معاها حمض نتريك تضيف معاها حمض نتريك عشان الكالسيوم يبقى ميسر يبقى ميسر بالنسبة لليوم التاسع بنحط معاه 3 كيلو جرام متعادل زائد 2 كيلو جرام عالي فسفور برضو اليوم الحادي 10 بنحط 3 كيلو جرام ده اليوم الحادي 10 من ايه؟ من يبدأ التسميد من اكتمال 4 أوراق حقيقية اليوم الحادي 10 بنحط 4 كيلو جرام متعادل زائد 2 كيلو جرام مغنيسيوم اليوم الثالث عشر شرحه 3 كيلو جرام متعادل و 2 كيلو جرام عالي فسفور اليوم الخامس عشر بنحط 5 كيلو جرام نطرات كالسيوم زي العادة بنبدأ في خانة الملاحظات كانت بين اول حاجة يبدأ التسميد بعد اكتمال 4 أوراق حقيقية في اليوم السابع من اليوم الخامس والسادس والسابع احنا عطيتنا رش عناصر صغرى تكون حديد ومنجنيز وزنك من مصدر محترم وانا ما بسوقش الحد ولا اعرف حد ولا عايز اعرف حد تمام من اصحاب الشركات ولكن للامانة افضل شركات عناصر صغرى اشتغلت بيها كانت يارا وشركة تريد كورب من افضل الشركات في العناصر الصغرى بالذات طبعا ممكن يكون في حاجة كويسة انا ما اشتغلتش بيها انا يعني ما اقصد حد ولا لي علاقة بحد تمام انا يقصدني علاقتي بك انت يا عسل يا مزارع يا مطحون يلي ايامك يلي اتخرب بيتك وليسه يتخرب بيتك انت شفت حاجة ده انت ايامك طويلة تمام من يوم الثالث عشر للاربعتاشر للخمساشر بالرش برضو رشة عناصر صغرى طيب يا جماعة بالنسبة ليه اخوانا اللي هم عندهم سماد احادي ممكن تستبدل التلاتة كيلو جرام متعدل دهما في اليوم الاول والتالت والخامس تستبدلهم بممكن دفعات يوريا وتكمل بعد كده لازم تجيب حمض الفسفوريك اعتبر الفسفور دوت حمض الفسفوريك وتستخدم النطرات بس اليوريا تستخدمها اول تلات دفعات بس بعد كده ما تقرب لهاش ولا تحاول تقرب لها اليوم الاول والتالت والخامس ممكن تحطهم يوريا السابع والتاسع والحادي عشر والتالت عشر والخامس عشر دول ممكن تبدأ بنطرات النشادر اللي موجودة عندك وبكده الخمستاشر يوم الاولى بتوع التسمين هيكون عندك ان شاء الله باذن الله تعالى امورك كويسة في بالنسبة لمرحلة التأسيس بتاعت البطيخ سواء كنت زارع تحت الانفاق او زارع اوبينفيلت وطبعا ده بالنسبة للبطيخ اللي هو بتزارع بدري لان النمو بتاعه بيكون يعني بطيء شوية دي حاجة الحاجة التانية يا جماعة اللي بنبه عليها حزاري تضيف كميات يوريا وانت ما بتفتحش النفق كويس لان مجرد اضافات اليوريا هتعمل لك امونيا فوقع مع المية دي هتنزل هتحرق لك الاوراق وده حصلت معنا كتير ده اللي اقدر اقول لكم حياكم الله شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وغركاته